بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الداء والدواء الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للإمام بن القيم الجوزية رحمه الله الدرس الرابع والعشرون الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى وقعت مسألة وهي أن المشرك بما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب غبوبية وإنما قصد تعظيمه وقال إنما أعبد هذه الوسائط الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله على آله وصحبه العبرة بالاتباع ليست العبرة بالنيات والمقاصد فالمشرك ما قصد الاستهانة من رب لما أشرك معه لم يقصد الاستهانة من رب وإنما نوى التعظيم لأنه رأى أن ملوك الدنيا لا يتوصل إليهم إلا بالوسائط والشفع لمكانتهم وعظمتهم عند الناس فقاس الله جل وعلا على الملوك فاتخذ الوسط والشفع بينه وبينهم بينهم وبينه لأن الله بزعمه لا يوصل إليه إلا بواسطة لعظمته هذا قصده ولكن ما هي بالعبرة بالقصد والنية العبرة بالاتباع فالله نهى عن الشرك ونهى عن التعظيم الذي هو من هذا الباب تعظيم الذي معناه اتخاذ الشفع والوسطة نهى عن ذلك وهناك فرق بين الخالق والمخلوق خالق يعلم كل شيء والمخلوق ما يعلم كنت يبلغ لازم يبلغ عن حوائج الناس أما الله جل وعلا فإنه يعلم أحوال خلقه هذا من ناحية الثانية أن الملوك قد لا يعطفون على الناس وأما الله جل وعلا فهو رحيم إبو الرحمة العطف على الناس وأيضا الملوك يحتاجون إلى وسطة وإلى شفع يعينونهم ولو لم يوسطوا ولو يقبلوا الشفاعة ما صار لهم حاشي ولا صار لهم أعوان أما الله جل وعلا فإنه غني عن الشركة غني عن الأعوان ليس بحاجة إلى أن يتخذ معه أعوان فهذه فروق عظيمة بين الخالق والمخلوق ولو كانت نيتهم حسنة فإن المدار ليس على الميات المدار على الأمر والنهي والشرع نعم فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الغبوبية وإنما قصدت عظيمة وقال إنما أعبد هذه الوصائل لتقريبني إليه وتدخلني لتقريبني إليه وتدخلين عليه فهو المقصود وهذه وسائل وشفع فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى ومخلدا في النار وموجبا سفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم معانا هذه ليتهم وتغتب على هذا سؤال آخر وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحييم هذا إنما استفيد من الشرع أم ذلك قبيح في الفطر والعقول يمتنع أن تأتي به شريعة هذا ممتنع في العقول وفي الشرع في العقول مثل ما ذكرت لكم من الوجود وفي الشرع لأن الله نهى عنه بل جاءت كل شرع الله بتقريب ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح وما السبب في كونه لا يغفره من دون سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تتأمل هذا السؤال واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهون فإن به يحصل فرق بين المشركين والموحدين والعالمين بالله والجاهلين وأهل الجنة وأهل النار فنقول وبالله التوفيق والتأييد ومنه نستمد المعونة والتسديد فإنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يغلل فلا هادي له ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع الشرك شركان شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله والشرك في عبادته ومعاملته وإن كان الصاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شرك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله والشرك الأول نوعان أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون إذ قال وما رب العالمين وقال تعالى مخبرا عنه أنه قال وقال فرعون يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا فالشرك والتعطيل متلازمان وكل مشرك معطل وكل معطل مشرك لكن لا يستلزم أصل التعطيل فليقبل قد يكون المشرك مقررا بالخالق سبحانه وبصفاته ولكن عطل حق التوحيد وأصل الشرك وقاعدته التي يوجع إليها هو التعطيل وهو ثلاثة أقسام تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ومخلوق ويقولون ما هنا شيئان فللحق المنزر هو عين الخلق المشبه ومنه الشرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته وأنه لم يكن معدوما أصلا فللم يزل ولا يزال والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب وصائق اقتضت إيجادها يسمونها بالعقول والنفوس ومن هذا الشرك من عطل أسماء رب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلات الجهمية والقرامطة فلم يثبت له إلا إسم ولا صفة فالجعل المخلوق أكمل منه إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها فصل النوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماء وربوبيته وصفاته كشرك النصارى الذين جعلوه ثالثة ثلاثة فجعلوا المسيح إلها وأمه إلها ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته ولهذا كان من أشباه المجوس ومن هذا شرك الذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فقال أنا أحيي وأميت فهذا جعل نفسه نداً لله يحيي ويميت بزعمه كما يحيي الله ويميت فألزمه إبراهيم عليه السلام ورحمة الله وبركاته أن طرد قولك هذا يستلزم أن تقضي على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي الله فيها منها وليس هذا انتقالاً كما زعم بعض أهل الجدل فالإلزام على طرد الدليل إن كان حقاً ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها أغباباً مدبغة لأمر هذا العالم كما هو مذهب مشك الصابئة وغيرهم ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد الناي وغيرهم ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود الذي هو فوقه والفوقاني يقربه إلى أنه هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه فتارة تكثر الوسائق وتارة تقل فصل وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف شغاً فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله وأنه لا إله غيره ولا رب سواه ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته فليعمل لحفظ نفسه تارة وطلب الدنيا تارة ولطلب الغفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة فلله من عمله وسعيه نصيب ولنفسه وحفظه وهواه نصيب وللشيطان نصيب وللخلق نصيب هذا حال أكثر الناس وهو الشيق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما غواه بن حبان في صحيحه الشيق في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل قيل وكيف ننجو منه يا رسول الله قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشك بك وأن أعلم وأستغفرك لما لا أعلم تضياء كله الشيق قال تعالى فل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الشيق الأكبر يسمى الشيق الظاهر والشيق الأصغر يسمى الشيق الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل في سواد الليل وذلك يدخل في النيات والمقاصد وهذا قل من يسلم منه أما الشيق الأكبر فالمؤمن لا يقع فيه أما الشيق الأصغر فيقع فيه كثير من المؤمنين لأن يدخل في سيفينياتهم ومقاصدهم فمنهم من يتنبه ويطرد هذا الشيق ويرجع إلى التوحيد ومنهم من يستمر معه فلا يصح عمله الذي يعمله ولا يثاب عليه هذا خطر شديد هذا خطر شديد الشيق الأصغر خطير جدا بعض الناس إذا سمع أنه شرك أصغر يتساهل فيه ولكنه شديد إذا كنت أعمل ولا يكتب لك أجر ويش الفائدة بسبب أنك يدخل نيك شيء من الرياء من السمعة من حب المده حب الشهرة أو حب طمع الدنيا أو غير ذلك مشكلة هذا مشكلة جدا ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين هم خير القرون خافه عليهم لأنه خفي قل من يتنبه له قل من يسلم منه الإنسان بشر يحب المدح يحب الثنى ويحب الجاه ويحب المال تؤثر عليه هذه الأشياء فالإخلاص عزيز إخلاص لله عز وجل عزيز هذا وإن كان شركا أصغر ولا يخرج من الملة لكنه خطير جدا لأنه قل من يسلم منه إلا من رحيم الله عز وجل ولذلك يجب على المسلم أنه يتفضل لنفسه ويخلص أعماله لله وإذا وقع في نفسه شيء من الشرك الأصغر يبادر لطرده والسلام منه والاستعالة بالله اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغره من الذنب الذي لا أعلم نعم تغياء كله شرك قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي كما أنه إله واحد لا إله سواه وكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحدا فكما تفغد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية فالعمل الصالح هو الخال من الرياء المقيد بالسنة الخال من الرياء هذا خال يعني من الشرك مقيد بالسنة يعني الخال من البدعة فلا يكون العمل صالحا إلا بهذه الشرك السلام من الشرك والسلام من البدعة نعم وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا هذا عمر رضي الله عنه خافه على نفسه فدعى لهذا الدعاء فقال اللهم اجعل عملي كله صالح هذا خوف من البدعة إن البدعة عمل فاسد ولا تجعل فيه لأحد شيئا هذا الخوف من الشرك والرياء نعم وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل فقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا هذا الشرك الأصغر يبطل ثواب العمل ما يبقى لصاحبه عمل وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا يعني لو صلى الفريضة فريضة واجبة فلو صلىها أو سأزينها لأنه يريد أن يمدح ويثنى عليه يصلي عند الناس إذا صلى عند الناس زين صلاته فإذا صلى وحده نقرها هذا الرياء هذا الرياء نعم وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا فإنه ينزله منزلة من لم يعمله فيعاقب على فريضة لا يكل ثواب ولا يسلم من العقاب لأنه لم يؤدي الواجب نعم فإنه ينزله منزلة من لم يعمله فيعاقب على ترك الأمر فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفاء فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمره به فللذي أتى به شيء غير المأمور به فلا يصح ولا يقبل منه ويقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء هذا الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر ومغفور وغير مغفور والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر وليس شيء منه مغفور فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم لأن يحب مخلوقا كما يحب الله فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعتهم الجحيم فالله إن كنا لفي ضلال مبين ومسويكم برب العالمين فصل ويتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه في الأقوال والأفعال والإرادات والنيات فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره والطواف بغير بيته وحلق الرأس عبودية مخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسهل كم مقدار الصفحة؟ حول الصفحة؟ حول الصفحة؟ ما الذي معك؟ أسأل الله إنك مكتبة غيابة حديثة هذه قديمة نعم هذه تجارية والذي معك محققة بالتحقيق من على نسخة إيش؟ مخطوطة يقولون يعني بسوريا اقرأ اللي عندك السقط اللي عندك ومسك عليها نعم الرزق بكيف يصوى العبيد مالك الرقاب وكيف يصوى الفقير بالذات وكيف يصوى الفقير بالذات الضعيف بالذات العاجز بالذات المحتاج بالذات الذي ليس له من ذاته إلا العدم الغني بالذات القادر بالذات الذي قيناه وقدرته وملكه ومجوده وإحسانه وعلمه ورقمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته فأي ذلم أطبح من هذا وأي حكم أشد جورا منه أيضا عدل من لا عدله بخلقه كما قال تعالى قبل الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربه ويعدلون يعني يعدلون به غيره نعم فعدل يفرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور هذا آخر السق هذا كثير فصل ويتبع هذا الشرك به سبحانه في الأقوال والأفعال والإرادات والنيات فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره والطواف بغير بيته حرق رأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمين الله في الأرض أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء هذا كثير هذا العياذ بالله كثير التبرك بالجمادات والأضرحة وتقبيلها وتمسح بها والطواف بها هذا كثير طواف بالقبور ويعتبرون هذا من المحبة للصالحين ومن التقرب إلى الله زين لهم الشيطان هذا فليس هناك ما يطاف به على وجه الأرض إلا الكعبة بيت الله العتيق ما يطاف بالقبور ولا بالبنية ولا بالسخور ولا بالجبال ما يطاف إلا في مكان واحد وهو حول الكعبة المشرح وكذلك الاستلام والتقبيل التبرك ما يجوز إلا بالحجر الأسفل والركن اليماني والركن اليماني وما عدا ذلك لا يستلم ولا يقبل ولا شيء على وجه الأرض حتى الكعبة ما عدا الركنين الركن اليماني والحجر الأسفل جدرانها وأركانها الثاني ما تقبل ولا تمسح أن هذا الشيء لم يرد ولم يشرعه الله عز وجل وكيف بغير الكعبة نعم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قراء الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها اتخذها مساجد يعني مصليات لأن المسجد هو المصلى فالذي يعتاد الصلاة عند القبر يظن أن هذا فيه أجر أنه يقربه إلى الله هذا وسيلة من وسائل الشرك وإن كان أنه ما هو بصلي للقبر بصلي لله لكن ظن أنه صلاته عند القبر أنها لها مزية وأنها تقرب إلى الله وأنها مشروعة فهذا محرم وهو وسيلة إلى الشرك أما إذا كان يقصد التقرب إلى القبر فهذا شرك أكبر شرك صريح والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبر مساجد بمعنى أنه يبنى عليها مساجد أو أنه يصلى عندها ولو لم يبنى عليها مساجد فالمساجد يشمل المسجد المبني ويشمل المصلى الذي لم يبنى كله يسمى مسجد قال صلى الله عليه وسلم جعل في الأرض مسجدا وطهورا مسجد بمعنى يصلى فيها صالحة للصلاة أنه بالأمر مقتصر على أن يبنى عليها بل حتى لو صلى عندها وما فيه مسجد قد اتخذها مسجد نعم وقد لعنى النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قرور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها صلى لله ما إذا كان يصلي للقبر فهذا شرك أكبر نعم فكيف بمن اتخذ القبور أو ثاني يعبدها من دون الله هذا أشد الذي يقصد القبور وأصحابها تقرب إليهم هذا شرك أكبر والأول وسيلة إلى الشرك نعم وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعنى الله اليهود والنصارى واتخذ قرور أنبيائهم مساجد لعنى الله اليهود والنصارى السبب أنهم اتخذوا قرور أنبياءهم مساجد هذا هو السبب سبب لعنتهم وكذلك من تشبه بهم من هذه الأمة فإنهم العون لاتخذ القبور مساجد يصلي عندها ويذهب إليها تبرك بها تمسح بتربتها هذا ما العون منص هذا الحديث وفي الصحيح عنه أنه قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد قرار الناس ماهن أشر من الذي يتخذ القبر ماهن يصلي عنده ولا يبني عليه هذا هو أشر الناس والعياذ بالله وهو يقول أنه من خير الناس هذا من محبة الصالحين وهذا من التقرب إلى الله ولا غير ذلك من الأقوال الشيطانية التي زينها لهم الشيطان وهو من شر الناس وهو يظن أنه من خير الناس وأنه ما فعل هذا إلا محبة للخير ومحبة للصالحين لكن لما أن الله نهى عن ذلك ولم يعمر به صار شر الناس في الصحيح أيضا عنه إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك أولا بيّن لنا أن من كان قبلنا من الكفر والمسلكين تخذون القبور مساجد كفى بهذا منعا أننا لا نتشبه به ثم أتبع ذلك في النهي الصريح فقال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ثم أكد ذلك مرة ثالثة فقال فإني أنهاكم عن ذلك هذا نهي فقولوا لا أنهاكم هذا من باب التأكيد فإني أنهاكم هذا من باب التأكيد تأكيد بعد تأكيد فأين يذهب الذين يبنون المشاهد على القبور ويذبحون عندها وينظرون لها يطوفون بها ويهتفون بها يستغيثون ويستنجدون ويزعمون أن هذا من الإسلام وأن هذا هو الشرك هذا دين الجاهلية سواء بسواء مع أنهم يقولون لا إله إلا الله يصومون ويصلون ويحجون يتصدقون لكن كل هذا باطل لأنه لم يؤسس على توحيد أعمالهم باطلة لأن عقيدتهم فاسدة والمدار على العقيدة نعم وفي مسند الإمام أحمد غضي الله عنه وصحيح بن حبان عنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسوج أنا فيه مسألة مسألة الأولى تحريم زيارة النساء للقبور لأن الرسول لعن منفع لها منهن واللعن يقتضي شدة التحريم وأنه كبيرة من كبائل الجنوب بينما الرجال يستحب لهم زيارة القبور فما الفرق؟ الفرق أن المرأة ضعيفة وأنها إذا رأت قبر قريبها قد يصيبها الجزع والنياحة والسخط خلاف الرجل فإنه أقوى منها وأثبت منها هذه ناحية ناحية الثانية أن المرأة عورة إذا ذهبت إلى المقابر وحدها والمقابر لا تخلو من زوار قد يحصل مفاسد كما هو معلوم عند الأضرحة من المفاسد والزنى والشر هذه مسألة المسألة الثانية المتخذين عليها المساجد يعني الذين يصلون عندها ويبنون عليها والسرج وهي العضاءة فالقبور لا تضاء بالأنوار لا يجعل فيها مصابيح لأن هذا يعلق قلوب العوام بها فالقبور لا تضاء بالكهرباء ولا بالمصابيح لأن هذا سبب للشرك عظيم القبور نعم وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وهذا أيضا زيادة تأكيد وأنه اشتد غضب الله ما هو غضب يسير وإنما هو شديد ولا ياذب الله على من على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني يصلون عندها تبركا بها أو يبنون عليها مساجد لأجل جلب الناس الآن في كثير من البلاد المسجد اللي ما فيه قبر ما له قيمة ولا يتوجه إليه إلا المسجد اللي ما فيه قبر الناس ما أو عندهم شيء ما يتهاتفون ويأتون إلا للمساجد التي عليها قبور إلا للقبور التي عليها مساجد نعم وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال إن من كان قبلكم كان إذا متى فيه مرجو الصالح سنوا على قدره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وهم يظنون أنهم أصبح الخلق أن عملهم هذا بر وإحسان وهم شرار الخلق يوم القيامة نعم هذا حال من سجد لله في مسجد على قبر فكيف حال من سجد للقبر نفسه لأن الأول وسيلة سجد لله لكن لما كان عند القبر كان هذا وسيلة إلى الشر أما الذي يسجد للقبر هذا شرك أكثر نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد نعم دعا ربه أن الله يجنب قبره ما وقع فيه قبور الأنبياء السابقين التي اتخذت أوثانا والوثن ما يعبد من دون الله هذا هو الوثن الوثن بالمكان إذا أقام فيه فالجلوس عند القبر والتردد عليه والعكوف عنده هذا يسبب عبادته من دون الله لا يجوز تكرار الزيارة للقبور أو السفر لزيارة القبور أو الاعتكاف عندها والجلوس عندها حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس عنده وتردد عليه ويعكف عنده فكيف بقبر غيره نعم فدل على أن القبر الذي يعظم أنه يتخذ وثن يتخذ وثن نعم وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية لأنه سد الوسائل المفضية إلى الشرك هذا حمى للتوحيد الوسائل اللي ما هي بشرك لكنها تفضي إلى الشرك منعها منع من البناء على القبور لأن هذا وسيلة منع من إسراج القبور لأن هذا وسيلة منع من الكتابة على القبور لأن هذا وسيلة منع من تجسيص القبور وزخرفتها كل هذه وسائل نعم وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعلم حماية حتى نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن هذا سد لوسيلة السبق لأن المشركين يسدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها فنهينا عن الصلاة لله في هذا الوقت نهينا عن الصلاة لله في هذا الوقت لألا نتشبه بهم نعم حتى نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن لا يكون ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين نعم تسدى الذريعة بأن منع الصلاة بعد العصر والصبح في اتصال هذين الوقتين بالوقتين الذي يسجد المشركون فيهما للشمس كل هذا الاحتياط نعم وأما السجود لغير الله فقال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله لما أراد معاذ رضي الله عنه أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من سفر وكان رأى الناس يسجدون لملوكهم قال الرسول أحق بذلك فأراد أن يسجد فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ولكن السجود لا يكون إلا لله نعم وأما السجود لغير الله فقال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله حتى ولا سجود تحية السجود العبادة هذا مخلوص من شرك أكبر لكن سجود التحية والتعظيم والانحنى هذا لا يجوز لأنه نوعا من العبادة نوعا من التعظيم لغير الله نعم وإنما تجيء لا ينبغي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم للذي هو في غاية الامتناع الشرعان نعم وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولله فكلمة لا ينبغي هذه كلمة قوية في المنع نعم فقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولده وما علمناه الشعر وما ينبغي له الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر ولا ينبغي لها أن يكون شاعر نعم وقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما تنزلت الشياطين بالقرآن فالقرآن ما يقربونه لأن القرآن تنزيل من عند الله عز وجل فلا يقربه الشيطان وما ينبغي له أن يتنزل بالقرآن نعم وقوله عن الملائكة ما كان ينبغي لنا أن نستخذ من دونك من أولياء لا يجوز لنا ولا يليق بنا فصلنا من الشرك به سبحانه الشرك به في اللخ